رجل متزوج بامرأتين فاراد تطليق واحدة منهما فوقع في حيرة من امره وفي الاخير وجد حلا مناسبا لكي يتخلص من احداهما فقرر اختبارهما بالمال من وفرت اكثر لاخر الشهر هي التي ستبقى فاعطى للأولى 200 ليرة واعطى للتانية 500 ليرة فانزعجت الاولى وقالت له لماذا لم تعطيني انا كذلك 500 مثلها اين هو العدل في الموضوع قال لها انا اعرف انك مدبرة وشاطرة اما الاخرى مسكينة لا تعرف كيف تتصرف وهذه فرصة كي تتخلص منها فقالت له والله كلامك على صواب وعندما انتهى الشهر نادى عليهما فسألهما عن المبلغ الذي وفرت كل واحدة منهما قالت الزوجة الاولى انا وفرت المبلغ كله لم اصرف منه شيء اما الزوجة التانية قالت انا صرفت المبلغ كاملا لانه لم يكفيني واخدت دينا من عند صديقتي فقال للزوجة الاولى انت طالق فقالت لماذا انا وفرت المبلغ كله فرد عليها انت تدبرين حالك بعد الطلاق لكن هذه المسكينة سوف تضيع مع الديون وفي النهاية تدخل للسجن اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة